السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ والتنميدات درسنا اليوم تحت عنوان الرسم التقني سنبدأ درسنا بطرح وضعية مشكلة الوضع يتقول أننا نريد من إحدى المقاولات المختصة في الطباعة التولاتية صنع مجسم لحامي مفاتيح مضيء كما توضح الصورة جانبا المشكل المطروح هو أن الصانع لا يعرف بالضبط شكل المجسم الذي نريده نحن كما أنه يجهر أبعاد هذا المجسم وبالتالي فهو في حاجة إلى مجموعة من الرسومات التي توضح له شكل المجسم وأبعاده لهذا نحن في حاجة إلى لغة تواصل موحدة بيننا وبينه تمكن الصانع من صنع المجسم كما نتصوره نحن وبنفس الأبعاد دون خطأ نقول أننا في حاجة إلى لغة تواصل موحدة تسمى بالرسم التقني تعريف للرسم التقني فالرسم التقني هو لغة التواصل التقني بين مختلف متداخلين في المجالات الصناعية يمكن من تمثيل الأشياء التقنية مبيانيا أو على شكل رشوم سنعتمد كمثال خلال هذا الدرس على حامل مفاتيح المضيء سنبدأ أولا بإعطاء أنواع الرسوم التقنية بداية أولا الرسم هذا الرسم يمكن من فهم طريقة اشتغال الجهاز نستعمل فيه مجموعة من الرموز المبيانية التي تبين وظيفة مكوناته والعلاقة التي تربط بينهم ويستعمل في مرحلات المقاربة التقني للمنتوج الشكل الجانب يوضح الرشم الكهروبي لحامل مفاتيح المضيء حيث يتكون من بطارية وزر دفعي ومقاومة وتنابيل متألق كهربائيا ثانيا الرسم الكلي كما توضح الصورة فهو تمتين مبياني شامل للشيء التقني وهو ضروري لإبراز مختلف مكونات الشيء التقني ويستعمل في مرحلة تصور الحلول التكنولوجية خلافا للرسم الكلي هناك الرسم التعريفي وهو تمتين مبياني لجزء واحد من أجزاء الشيء التقني وتمثل فيه كل قطعة على وثيقة خاصة بها بكيفية دقيقة سواء بالنسبة للأشكال أو القياسات بهدف الإعداد لعملية التصنيع دائما في أنواع الرسوم التقنية هناك الرسم بالمنظور Le Descent en Perspective الرسم بالمنظور هو تمتين مبياني يهدف إلى إظهار الملامح الشيء التقني عن طريق التمتين الحجمي ويمكننا من معرفة الشيء التقني بدون صعوبة ويستعمل هذا النمط في مرحلة تصويق المنتوج دائما في أنواع الرسوم التقنية يمكن نتحدث أيضا على الرسم برؤية مشتتة Le Descent en Vécrate يهدف التعبير بالرسم التقني المشتت إلى إظهار وتحديد موضع كل قطعة من القطعة المكونة للشيء التقني على حدة ويمكن من فهم طريقة اشتغاله وكيفية تركيبه بسهولة إذن أنواع الرسوم التقنية هي الرسم 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 وأخيرا رسم برؤية مشتتة يتم إنجاز الرسومات التقنية على أوراق دات مقاييس موحدة تسمى بالمقاسات يرمز للمقاس بالحرف اللاتيني A متبوع برقم استدلالي من 0 إلى 5 يمكن ملاحظة حسب الجدول جانبه أنه كلما كان الرقم الاستدلالي أكبر كلما كانت مساحة الورقة أصغر فعلى سبيل المثال بالنسبة للمقاس A0 مساحة الورقة تكون هي متر مربع بحيث يكون الطول هو 1189 مم بالنسبة للعرض يكون هو 841 مم أما بالنسبة للمقاس A1 فإن الطول يصبح 841 مم والعرض 594 أي نصف مساحة الورقة ذات المقاس A0 وكذلك بالنسبة للمقاس A2 فهو نصف مساحة المقاس A1 وهكذا دواليك والورقة التي نستعملها نحن بالنسبة للدفتر أو الرسومات فهي غالبا تكون ذات المقاس A4 أي 297 مم بالنسبة للطول و211 مم بالنسبة للعرض ملاحظة في الرسم التقني نعتمد المليمتر كوحدة للقياس ولا نعتمد على السنتيمتر أو المتر لو لاحظنا جيدا الجدول جانبه سيتضح لنا أن عرض المقاس A0 هو نفسه طول المقاس A1 وأن عرض المقاس A1 هو نفسه طول المقاس A2 إذن بصفة عما إذا علمت عرض أحد المقاسات يمكن أن تعرف طول المقاس الذي يليه يتضمن الرسم التقني ما يسمى بالأطرة كارتوش وهي عبارة عن بطاقة تعريفية للرسم الصناعي توضع في أسفل ورقة الرسم وتتكون من مجموعة من المعلومات نذكر منها عنوان الرسم السلم اسم الرسام التاريخ المقاس واسم المقاولة ورقم الرسم وكذلك الرمز الخاص لتموضع الرؤى وسنوضح إن شاء الله في الدروس المقبلة ماذا يقصد بالرؤى لا يمكن أحيانا نقوم برسم شكل الشئ التقني الذي نود رسمه بنفس أبعاده الحقيقية لهذا نضطر إلى الاعتماد على ما يسمى السلم وللحصول على السلم يجب قيام بقسمة البعد المرسوم على البعد الحقيقي إذن يمكن أن نقول أن السلم هو حاصل قسمة البعد المرسوم الموجود في الرسم والبعد الحقيقي للشيء التقني هناك ثلاث أنواع من السلم وهي السلم الحقيقي ويسمى كذلك سلم الإنجاز بحيث يكون البعد المرسوم يساوي البعد الحقيقي أي أن الاشال يساوي واحد هناك سلم صغير يسمى كذلك سلم الاختزال بحيث يكون البعد المرسوم أصغر من البعد الحقيقي أي أن خارج البعد المرسوم على البعد الحقيقي يكون أصغر من واحد أما السلم تكبير فهو عكس السلم صغير بحيث يكون البعد المرسوم أكبر من البعد الحقيقي وخارج البعد المرسوم على البعد الحقيقي يكون أكبر من واحد لفهم طريقة استخراج السلم نفترض أن حامل مفاتيح المضيء الذي نوده صنع مجسم له طوله هو 80 مم وأننا نوده رسمه بطول 60 مم إذن عزيزة التلميذة قم باستخراج السلم المناسب لهذه الأبعاد اشتركوا في القناة إذا قلنا أن طول حامل مفاتيح المضيء هو 80 مم إذن البعد الحقيقي هو 80 مم وقلنا بأننا نوده رسمه بطول 60 مم يعني أن البعد المرسوم هو 60 مم إذن قمنا بقسمة 60 على 80 وقمنا باستعمال طريقة الإختزال أي أن 60 تساوي 30 في 20 وأن 80 تساوي 24 في 20 إذن سنقوم باختزال 20 التي في الأعلى و20 التي في المقام فنحصل على السلم 3 على 4 تكتب قيمة السلم بالطريقة التالية من أدوات الرسم أيضا نجد خطوط الرسم بحيث أن لكل خط استعمالاته فعلى سبيل المثال الخط المتصل السميك يستعمل في الحروف والمحيطات المرئية والخط المتقطع الرقيق يستعمل في الحروف والمحيطات الغير مرئية كما أن الخط المختلط الرقيق نستعمله للدلالة على المحاور الهندسية ومستويات التماثل وخط متصل الرقيق يستعمل من أجل ما يسمى بالوسم البعدي إذن يمكن تقسيم نوع الخطوط إلى خط متصل أو متقطع أو مختلط كما يمكن تقسيمه على حسب السمك فهو إما أن يكون رقيق أو أن يكون سميك ملاحظة هامة أننا أثناء الرسم التقني خصوصا عند استعمالنا لخطان متصلان سميكين يجب أن لا يتقاطع نهائيا في أي شكل من الأشكال التي نرسمها هناك مجموعة من البرانيم والتطبيقات التي يمكن استعمالها من الرسم التقني نذكر منها Solidworks AutoCAD Schematrice نمر الآن أعزاء التلاميذ عزيزتي التلميذات إلى التمارين التطبيقية المطلوب منكم الإجابة على الأسئلة وذلك بقراءة السؤال ثم القيام بإيقاف الفيديو والبحث عن الجواب وبعد ذلك مشاهدة ما تبقى من الفيديو ومعرفة الأجوبة التمارين التطبيق الأول المطلوب منك مشاهدة الرسومات التقنية التالية وتحديد نوع الرسم المستعمل الرسم يحتوي على الرموز الكهروبية إذن هذا عبارة عن رشم كهروبي إذن نوع الرسم هو عبارة عن رشم بالنسبة للشكل الثاني فإن التمثيل تلاتي الأبعاد وكم ما تلاحظون يمكننا من معرفة الشيء التقني هنا بدون صعوبة وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن الرسم بالمنظور إذن نوع الرسم هو الرسم بالمنظور بالنسبة للرسم التالي فإنه تم تمتيل القطعة بمجموعة من الرسوم التخطيطية ما يسمى الرؤى إذن هنا نتحدث عن ما يسمى الرسم التعريفي يظهر الرسم التالي موضع كل قطعة من القطعة المكونة للشيء إذن هنا نتحدث عن الرسم برؤية مشتتة نمر الآن إلى التمرين التطبيق الثاني نعتبر الشكل الملون بالأزرق أسفله السؤال الأول ما هي وحدة القياس المستعملة في الرسم التقني كما قلنا في الدرس بالنسبة لوحدة قياس المستعملة في الرسم التقني فهي دائما الميليمتر السؤال الثالث المطلوب منك أخذ ورقة ورسم الشكل الموجود في الأسفل بالاعتماد على السلم 1 على 4 للقيام برسم الشكل بالسلم المطلوب يجب أن نعرف أولا العلاقة المستعملة كما قلنا في الأول فإن السلم يساوي البعد المرسوم على البعد الحقيقي وبما أن البعد الحقيقي الذي لدينا هنا الطول هو 684 ميليمترا والعرض هو 100 ميليمتر إذن بتطبيق الطريقة التلاتية سنجد أن البعد المرسوم هو السلم جداء البعد الحقيقي وبالتالي البعد المرسوم بالنسبة للطول هو 1 على 4 جداء 684 النتيجة هي 171 ميليمترا أما بالنسبة للعرض فإن البعد الحقيقي للعرض هو 100 ميليمتر إذن سنقوم بضرب 100 ميليمتر جداء السلم الذي هو 1 على 4 والحاصل هو 50 ميليمترا إذن باستعمال المصطرة ستقوم برسم الشكل بحيث يكون الطول 171 ميليمترا والعرض هو 50 ميليمترا أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات نشكركم على مشاهدة هذا الشرح ونتمنى لكم التوفيق وشكرا ترجمة نانسي قنقر